بوم! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة ترعيم العرف الكذب مرحبا بكم في درسي جديد قوي كالعادة اليوم سنتحدث عن أسرار صناعة التداول وسنتحدث عن أكثر شيء يتم تداوله الآن اليوم في الأسواق والدعم والمقاومة سأعطيكم أسرارا عن الدعم والمقاومة لم ترواها من قبل ولكن قبل البدء أصدقائي لدي عتاب صغير عليكم أصدقائي هناك مجموعة من الإخوة يتصلون بعبر الواتساب ونتناقش ونتحدث فأنتم معي لبنسبتي لي وأنا هنا لمساعدة لا مشكل وأنا الذي أجاوب شخصيا على الواتساب ولكن عندما أذهب وأنظر أرى أن هؤلاء الأشخاص ليسوا أصلا مشتركين في القناة ولا يشاركون الفيديوهات فهنا هذا وعتبي عليكم أتمنى أن تشاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم إن استفدتم إن وجدتم أنها مفيدة أنها قوية أنا لا أتمنى أن تشارك شيئا إن لم تستفيد منها ولكن سؤالي الآخر هو هل نريد دائما أن نكون تابعين للغرب يعني إذا ظهر شخص يعطي معلومات قوية مجانية ليستفيدوا منها الناس ألا نساعده لكي تصبح قناته مثلا من أحسن قنوات في العالم ليس فقط في العالم العربي لماذا لا؟ لنساعد بعضنا أظن أنه لن تخسرش إن شاركت هذا الفيديو مع أصدقائك إن قمت بالضغط على زر الإعجاب حتى يظهر الفيديو الأكبر عدد ممكن من المتابعين ولكن بالشارط قلت إن استفدت ووجدت أن هذه المعلومات التي أعطيك لا توجد في أي مكان طيب هذا هو العتاب وكما قلت أنا أعتبر نفسي معكم عائلة فأتمنى أن تتفهموا ذلك طيب قبل البدء في درسي اليوم أريدكم أن تذهبوا إلى قناة التليجرام قناة هذه القناة ستجدون الرابط أسفل الفيديو ويعني حتى إن لم يشتغل الرابط فقط اكتبوا الاسم وستجدون هذه القناة هي التي سنقوم فيها بوضع تحليلات أسبوعية مجانا في الفوريكس والعملات الأولية في الفوريكس والعملات الرقبية إذن قوموا بالاشتراك في هذه القناة كذلك قد نضع فيها بعض الصفقات يعني بعض الصفقات مجانا مرة أو مرتين في الشهر هذا من جهة أخرى أريدكم أن تذهبوا إلى الموقع ببرويفتريدر.com أريد منكم أن تقوموا بتحميل كتاب الدليل الأساسي للشموع اليابانية مهم جدا هذا الكتاب فقط تضغط عليه الآن مجانا يصلك كتاب إلى إيميلك الخاص فقط يجب أن يكون الإيميلك يعني شغالا إذن هذا مهم جدا أصدقائي الآن لنذهب إلى أسرار هذه الصناعة وأسرار كيفية رسم خط التراند والدعوم المقاومة لأن خط التراند كذلك هو دعم ومقاومة وأخ الدعم والمقاومة لنقول ذلك طيب اليوم سأعطيكم بعض الأشياء القوية أريدك أن تركز معي أخي المتدام لنبدأ درسنا على بركة الله طيب إذا سألتك بالنسبة لك ما هو الدعم المقاومة الشخص العادي سيقول لي نرى نزولا وبعد ذلك يتوقف السعر في هذه المنطقة ونرى ارتدادا ثم نزول إذن الشخص العادي المتدول العادي ماذا سيرى؟ سيرى stop هنا يعني توقف السعر هنا توقف السعر وسيرى هذه المنطقة التي تم فيها الكسر وسيرى هذه الموجة القوية يعني ثلاث أشياء ستراها في دعم والمقاومة هذا الشخص العادي ليس أعضاء قناة العملية في الكذيب قناة العملية في الكذيب أو المشركين في القناة هم أشخاص صغير عاديين هم أشخاص أذكياء وسنقوم باستعمال مجموعة الأمور لمعرفة فعلا الدعم والمقاومة المهمين وتلاحظون هنا سيقول بأن هذه المنطقة هي منطقة الدعم ومقاومة طيب الآن أريدك أن تتخيل أنه مثلا سيارة نازلة بقوة كبيرة نازلة بقوة كبيرة أوكي وبعد ذلك يعني صدمت شيئاً معين صدمت شيئاً معين فرجع السعر بقوة وبسرعة رجع السعر بقوة وبسرعة لاحظوا هاتي الحركة كم كانت قوي هاتي الحركة لكي أعتبر أن هذه المنطقة هي منطقة تدعم هي منطقة تدعم قوية يجب أن أرى رد الفعل في هذه المنطقة رد الفعل كيف هو هل تم توقيف السعر يعني جاء السعر بقوة تم توقيفه فقط بطريقة بسيطة ثم عاد أو تم وقفه وارتد بقوة وبسرعة إذا كان الوقف بقوة وبسرعة هذا يمكن أن نحسبه support and resistance أما هذا لا لا يمكن أن نحسبه support and resistance أتجاهله لماذا؟ ماذا ميستر بوم ميستر بوم هو ذلك الشخص الذي يسير السوق عندما باع بقوة وعندما وصل السعر إلى هذه المنطقة ميستر بوم لم يخاف من السعر لأنه جاء بقليلتهم معاد لم يخاف لماذا أنا سأعييروا إيماما حتى أنا لهذه المنطقة سأتجاهلها لأن ميستر بوم الذي هو صانع السوق الذي وليه حرك السوق الذي هو أصحاب المال الذين يدخلون بصفقات كبيرة في السوق لم يأباه لهذه المنطقة لماذا أنا سأأباه إليها؟ أنا أريد أن أدخل معهم بالتالي لن أأباه إليها لن أعييرها إيماما بينما هذه المنطقة ما ذام أن ميستر بوم نزل أنزل السعر بقوة وهناك فجأة ظهر ميستر بوم آخر ميستر بوم إثنان الذي حرك السوق بقوة وأرجع للسعر هنا هذا أخاف ميستر بوم هذه المنطقة أخافت ميستر بوم الأول ميستر بوم رقم واحد أنا دي وقوي أخافت فبالتالي حتى أنا علي أن أخاف هل أنا في مستوى ميستر بوم؟ لا سوف أخاف بالتالي هذه المنطقة بالنسبة لي أنا سيعتبرها منطقة سبورت ورزيستنس استعملوا أصدقائي المنطق المنطق غيروا أفكاركم غيروا أفكاركم سأعطيكم مثلا هناك شخص سيأتي وسيقول لك هذا سبورت ورزيستنس لا خطأ خطأ ليس سبورت ورزيستنس هذه المنطقة ليست لا دعم ولا مقاومة أوكي يجب أن نعرف المناطق التي يعني يمكن أن نعتبرها دعم ومقاومة طيب الآن لاحظوا معي حتى يعني سأغير طريقة تفكيركم في الدعم ومقاومة أصدقائي يعني إذا استمنى فقط المنطق في هذا السوق يكونوا أصدقائي تعرفون التداول هي لعبة دكاء لعبة دكاء لعبة أمور أمور يخفونها عنك هاتي الصناعة لا تريدك أن تعرف هذا الأمور لأن إذا عرفتها ستتغير هاتي الصناعة وسيتغير من 95% يفاشلون يعني هم لا يريدون أكبر عدد من الفاشل حتى يربحوا أموال إذا كبر عدد الأذكياء في السوق هم لين يربحوا أموالا بيتالي يخفونها عنكم هاتي الأمور طيب لاحظوا معي لاحظوا هاتي الحركة لاحظوا هاتي الحركة قوية هنا ظهر مستربوم بو 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 إلى هنا جميل طيب هاتي حركة قوية إذن هنا سأقول آه أريد أن أرى ما هي الرياكشن التي ستحدث بعد حصول تلك الحركة القوية لاحظوا هاتي رياكشن إذا سألتك هاتي رياكشن يعني لدي حركة قوية وبعد ذلك لدي رياكشن صغيرة 99% من المتدولين سيقولون أن هذا وتم الكسر أسفله بالتالي وأغرق أسفله بالتالي سأبيع بالتالي سأبيع ولكن الأمر الذي لا تعرفه يا صديقي أنه هنا أنه هنا أن تكون الرياكشن ارتد السعر ولكن ارتد ببساطة بالمقارنة مع هذه الموجة القوية أو بالمقارنة مع هذه البيك باي أو بالمقارنة مع مستر بوم نسميه مستر بوم الذي حرك السوق بقوة طيب ما الذي وقع بعد ذلك هنا عندما جاء السعر للمنطقة بوم سعد بقوة سعد بقوة بالتالي هل يمكن اعتبار هذه المنطقة هي أصلا منطقة الدعم المقاومة؟ هل يمكن اعتبار هذه المنطقة هي منطقة الدعم المقاومة؟ أو اعتبار هذه المنطقة هي منطقة الدعم المقاومة وأن السعر بما أنه جاء إلى المنطقة ولم يجلس كثيرا ورجع It's fake يعني غير حقيقية ألا تعرفون في أن السوق في أن في الشرط هناك أمور غير حقيقية؟ لأن هذا design ليس الحقيقة هذه المنطقة إذا لدرنا إليها في فريم آخر سنجد أنها فيها deal بالتالي هذه المنطقة هي غير حقيقية It's a fake area which means يعني هذا يعني أنه سأقول هذه المنطقة هي منطقة قوية منطقة الدعم ومقاومة support and resistance لماذا؟ لأنه كان السعر قوي توقف قليلا ثم عاد وعندما عاد لم يجلس كثيرا هنا وعندنا حركة قوية مثل هذه المنطقة منطقة دعم ومقاومة فقط تسفيك غير حقيقية هكذا أصدقائي يجب عليكم التعامل مع الدعم ومقاومة أعتمنى أني بدأت وفتحوا أعينكم عن بعض الأمور التي لن تعرفوها من قبل طيب لاحظوا معي ما الذي وقع على أصدقائي نعيد رسم هذا الخط فقط أمساح حتى يكون كل شيء صحيح طيب بعد ذلك ما الذي وقع رحضوا قلنا أن هذه المنطقة الآن أصبحت هي منطقة تدعمي ومقاومتي طيب عندما عاد السعر إلى هذه المنطقة هنا واحدوا هنا جاء إلى هذه المنطقة ثم عاد وبعد ذلك السعر عاد بقوة ثم عاد بسرعة أليست هذه المنطقة منطقة fake منطقة غير حقيقية لأن السعر عاد بسرعة صح والله بالتالي هذه كذلك منطقة مقاومة قوية هذه منطقة دعم ومنطقة مقاومة تلاحظون وفي المستقبل لاحظوا تم احترامها لاحظوا هذه المنطقة التي هي منطقة مقاومة من الذي وقع احترمها السعر هنا تلاحظون بالتالي يجب علينا الحذر من هذه الأمور يجب علينا الحذر أصدقائي من هذه الأمور طيب إذا رسمنا خطاً على هذه المنطقة التي أعتبرناها منطقة مقاومة هنا هذه المنطقة التي كسر السعر فيها وارتد هذه المنطقة يعني جاء السعر لهذه المنطقة ثم عاد ثم كسر بالقوة ثم مباشرة بعد ذلك لم يستقر وعاد يقول لنا هذا فاك بريكاوت يعني فاك ليس حقيقياً هذا السعود ليس حقيقياً يمكن أن أرسم هذا كدعم ومقاومة كدعم ومقاومة أوكي وتم احترامه طيب الآن لنذهب إلى هذا الشرط على فريم الأسبوعي لنرى ما الذي وقع لاحظوا أليس هذه المنطقة التي كنا رسمناها يعني عندما رسمنا هذا الخط إذا ذهبنا إلى فريم الأسبوعي لاحظوا ما الذي وقع لاحظوا هذا الـ لم يعد إدينا لا شمو أخضرها ولا أي شيء ديل في التالي هذا مستوى قوي مستوى قوي أصدقائي مستوى قوي جداً مستوى مقاومة قوي جداً إذا تم كسره بو 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 سيسعد السعر خصوصاً خصوصاً أصدقائي كما قلنا أن هذه المنطقة هي منطقة وقع فيها كذلك هنا لاحظوا كما قلنا جاء السعر بقوة توقف قليلاً هنا ثم بعد ذلك عندما تم الكسر سرجع بقوة بالتالي أعطي منطقة دعم منطقة سبورت عندما عاد السعر إلى منطقة سبورت وصعد وكسر المقاومة عندما يتم البول باك هنا يمكنك أن تشتري لأنك تجاوزت مستويين قويين جداً أوكي؟ طيب الآن لنرى مثلاً في هذه المنطقة لاحظوا في هذه المنطقة جاء البائعون بقوة في هذه المنطقة نزل البائعون أنزلوا السوق بقوة بعد ذلك هنا هل يمكن اعتبار هذه المنطقة دعم ومقاومة؟ هل يمكن اعتبار تلك المنطقة دعم ومقاومة؟ لاحظوا ما الذي وقع استقر السعر بعض الشيء هنا ثم عندما نزل بوم ورجع بقوة ماذا يقولوا لهذا؟ يقولوا لأن هذه المنطقة دعم أفوان ولاحظوا ما الذي وقع لماذا احترم السعر هذه المنطقة؟ لاحظوا لماذا احترم السعر هذه المنطقة؟ سأل نفسك يعني هذا نزول غير حقيقي تصفيك تلاحظون تصفيك أصدقائي بالتالي لاحظوا ما الذي وقع بعدها سعود قوي طيب إذا سألتكم لنقول أنه هنا في هذه المنطقة أنا أحاول التطبيق حتى تفهموا هذا الكونسيبت هنا جاء البائعون بقوة هل يمكن القول أن هذه المنطقة منطقة دعم ومقاومة؟ هل يمكن اعتبارها منطقة دعم ومقاومة؟ نعم، لأن الارتداد كان قويا لاحظوا الارتداد كان قويا بالتالي في المستقبل سيتم احترامها كمقاومة وهذا الذي وقع تلاحظون عندما جاءت إلى هذه المنطقة بالضبط كما يرجع السعر بالتالي هذا مستوى قوي أصدقائي تلاحظون؟ طيب إذا أردت مثلا أن أرسم تريند لاي خط تريند مثلا من هذه المنطقة هل أرسمه هكذا؟ تذكروا ما قلنا قلنا أن هذه المنطقة إتس فيك هذه المنطقة إتس فيك لاحظوا بالتالي سأرسم يعني سأرسم تريند لاي ما قلناها لاحظوا الآن لاحظوا هذه المنطقة لاحظوا هذه المنطقة أصبح يحترم يحترم مجموعة عن النقاط لماذا؟ لأنني لم أخدع ولم يتم إيهامي بهذه المنطقة بالتالي تريند لين صحيح سيكون يمر من هذه المنطقة هكذا أو ربما حتى لأنه هذه المنطقة التي توقف فيها السعر يعني إذا رسمته بطريقة صحيحة لأنني فقط أرسمه يدويا سيمر من هذه المنطقة ومن هذه الشمعة هنا هكذا أفونا سأحاول أن أحضر خطاً يكون جيداً حتى تتضح لكم الصور لأن إذا لم أرسمه بطريقة صحيحة قد لا تتضح لكم الصورة طيب أحاول أن أرسمه بطريقة صحيحة من هنا لاحظوا هنا سيمر هكذا سيمر لاحظوا من هذه الشمعة من هذه الشمعة التي توقفت هنا تلاحظون لاحظوا كم مرة تم احترامه هنا وهنا 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 تلاحظون أصدقائي وعندما تم كسره بوم يعني لو رسمت لو رسمت التريندلين بأتي الطريقة أخطأت أخطأت لاحظ لم يتم حتى احترامه وتم كسره وهنا هنا يتم مضرب وقف خساراتك يا صديقي لأنك لم تعرف كيف ترسم تريندلين بطريقة صحيحة لماذا؟ لأنك فقط وضعت خطا على أساس أن ذلك الخط سيتم احترامه لأنه خط وسيرجع السعر لأنه أرجعه المرة الأولى لا عليك أن تفكر في المنطق وراء ذلك الخط المنطق وراء ذلك الخط وهنا المنطق وراء هذا الخط هو أنه كان هناك بائعون أقوياء وتوقفوا في هذه المنطقة وعندما نزل السعر كان فقط لإيهامك وأخذ استوباتك وبعد ذلك عندما سعدوا ورجع إلى المنطقة تم احترام هذه المنطقة بيتلي هذه المنطقة غير موجودة بالنسبة لي وبيتلي هنا إذا أردت أن أرسم تريندلين سأرسمه من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة هكذا ولاحظوا عندما ينسل تريندلين ينسل السعر لتريندلين يتم رفضه يعني قوي يتم انعكاس السعر بقوة ماذا يقول هذا؟ يقول هذا أن هذا والتريندلين صحيح أتمنى أنني بدأت وفتحوا أعينكم وأدمغتكم خصوصاً أدمغتكم لتفهموا كيف يشتغل السوق لتفهموا ما هي الأمور التي يخبئون عنكم أصدقائي هذه المعلومات إذا رأيت أنها مفيدة أرجوك ساعدنا على أي صلاة القناة إلى أكبر عدد ممكن من المتدولين وشاركها شاركها وقوم بالضغط على زر الإعجاب لن تخسر شيئاً إن استفد إن لم تستفد ديس لايك طيب أتمنى أنكم الحديثة عبدأتم تفهمون وسأحاول أن أتعمق أكثر فأكثر فهناك الكثير والكثير يقال عن الدعم والمقاومة ليس فقط خط الخط لا يرجع السعر الخط لا يرجع السعر يجب أن تفهم ذلك الـ concept وراءه المنطق وراءه لماذا توقف السعر في تلك المنطقة لماذا أعطانا كسراً تسممونا أنتم الكسر الكاذب لماذا أعطانا fake out ثم بعد ذلك أرجع السعر يعني أن ذلك الفيك حركة غير حقيقية فهي الإيهام illusion لحركة إيهامية لتوهمك لتدخل في صفقات بيع لسألتك كم من شخص سيبيع في هذه المنطقة لأنه كسر الدعم والمقاومة كم من شخص سيبيع هنا يعني 95% سيبيعون أصدقائي لأنهم يروا أن الحركة قوية يقولون نعم هناك بائعون في السوق بائعون سندخل مع البائعين ويسام قال أنا أدخل مع البائعين لكن لا تدخل مع البائعين في هذه المنطقة في هذه المنطقة نعم لكن هنا خصوصاً عندما ترى ترى عفوان تلك الحركة القوية تلك الصعود القوية هذا يقول أن هناك مشترين في السوق وهناك مشترون في السوق في هذه المنطقة ظهر مشترون عليك أن تبتعد عن السوق طيب جميل هنا رأمت إلى أخرى أصدقائي أريدكم أن تفهموا هذه الطريقة لرسم خطوط الدعم المقاومة وخطوط الاتجاه يعني ربما ستفتح عينكم عن الأمور الكثيرة وستغيروا طريقة تداولك للأبد وأنا أعي ما أقول طيب لي هذا بلا اليورو دولار في رمس ساعة في رمس ساعة لنقول أنه هنا ظهرت قوة شرائية في هذه المنطقة قوة شرائية كبيرة صعد السعر هل أقول أن هذه المنطقة منطقة support support and resistance لا لأنه لم يرتد السعر بقوة وحتى عندما تم الكسر لم يكن هناك fake ورجع السعر بلتالي ليست منطقة دعم المقاومة لا بانسبة ليست منطقة دعم المقاومة ولكن إذا جئنا إلى هذه المنطقة لاحظوا أصبحت الآن هذه موجة واحدة ثم pull back وهنا ممكن أن نقول أن هذه منطقة دعم المقاومة هنا كذلك منطقة دعم المقاومة هذه المنطقة عفوان عفوان أصدقاء يعني نعم ما بين هذه المنطقة وهذه المنطقة هذه المنطقة التي يتحكم فيها المشترون طيب لاحظوا ما الذي وقع سنحاول أن نفصل حركات هذه المنطقة سعد السعر بالقوة وتوقف في هذه المنطقة توقف هنا بعد ذلك يعني بدأ يحاول أن يكسر لم يستطع يكون هناك بيع يعني أول أول بيع كان هنا ظهر البائعون في هذه المنطقة بعد ذلك ارتد السعر بعد ذلك لم يستطع أن يقوم بـ لم يستطع أن يغلق أعلى وارتد السعر بقوة ثم بعد ذلك ما الذي وقع ظهر المشترون مرة أخرى وما الذي وقع ارتد السعر بقوة ومباشرة بعد ذلك بوم سعد السعر قد يقول لهذه المنطقة منطقة دعم قوية ماذا قلنا هذا النموذج يعيد نفسها مرات ومرات هذه المنطقة جاء السعر كان هناك بيعون أقوية استقر السعر هنا سعد بقوة ثم عندما عاد كسر الدعم الذي وقع لم يقفل وحتى أنه لم يعطينا لورلو ثم سعد بقوة لاحظوا هذه المنطقة بيعون ظهروا في هذه المنطقة ليس كذلك أصدقائي إذن هذه المنطقة دعم قوية لاحظوا ما الذي وقع عندما جاء إليها مرة أخرى بوم جميل طيب بعد ذلك الذي وقع لاحظوا في هذه المنطقة لاحظوا في هذه المنطقة هنا إذا حللنا هذه المنطقة بيعون بول باك ثم بيعون بول باك وهنا تم الكسر وعندما تم الكسر رزع السعر بقوة إذن هل سأسمي هاتي منطقة دعم ومقاومة هنا لأن ارتد السعر بقوة من هذه المنطقة هنا لم يرتد بقوة هنا ارتد بقوة يعني تحت هذه المنطقة منطقة دعم ومقاومة التي هي مناسبة لهذه المنطقة وهذا فك اوت وهذا فك اوت بالتالي أليسنا أصدقائي في رانج أليس هذا رانج أصدقائي تذكرون حالة حالة السوق ثلاث رانج تشانل وتجاه الآن نحن في رانج تلاحظون بالتالي إذا قمت مثلا إذا قمت إذا قمت بالبيع يعني هنا مدام قلنا أنه هذا هذه المنطقة هي المنطقة قوية وهذه المنطقة هي المنطقة قوية قلنا ذلك ليس كذلك جميل طيب يعني هنا قل هذه المنطقة وهذه المنطقة هذه المنطقة أهلا بعض الشيء من هذه المنطقة ليس كذلك جميل طيب إذا أردت وانا أرسم تريند لاي دارت وانا أرسم أخط تريند في هذه المنطقة كيف سأرسموه؟ هل سأرسموه؟ أنا تحدثت عن خط الترند صحيح كيف سأرسموه أصدقائي؟ هل سأرسموه من هنا لهنا؟ هكذا؟ أو من أجسام الشموع هكذا؟ كيف سأرسموه خط الترند بطريقة صحيحة؟ ماذا قلنا؟ قلنا عفوا، قلنا أنه في كل الحالتين هناك fake out بالتالي أن خطي سيكون من هذه المنطقة، لاحظوا، إلى هذه المنطقة، العفوا، من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، هكذا سيكون الخط يعني إذا رسمته بطريقة صحيحة، سأحضروا خط أن يكون أفضل إذا رسمته بطريقة صحيحة سيأتي من هذه المنطقة، لاحظوا، هكذا هذا هو خط هذا هو خط الصحيح أصدقائي لماذا قلنا أن هناك دعم مقاومة هنا وهذا الحركة غير حقيقية، لماذا سأقوم برسم الترند يمر عبرهما؟ لماذا؟ ليست حقيقية فاك موف بالتالي تريند سيمر من المناطق الحقيقية ولاحظوا هنا لما رسمنا التريند هنا مر من أجسام الشموع مر من أجسام الشموع يعني من الأجسام ولكن هنا لاحظوا ما الذي وقع مررنا وسط أجسام الشموع تلاحظون وهنا إذا ارتد السعر إلى هذه المنطقة هذا التريند لين قوي يمكنك الشراء من هذه المنطقة لماذا؟ لأنه التدفق هو شرائي المشترون هم المتحكمون في السوق المشترون هم المتحكمون في السوق طيب لنحلل بطريقة أخرى عمق لاحظوا هذه المنطقة هنا لاحظوا هنا كان البايعون أقوياء نزلوا بقوة ثم توقف السعر هنا وارتد بقوة إذن هذه قد تكون منطقة support and resistance كيف سيتأكد؟ لاحظوا نزل السعر لم يستقر كثيرا ثم بوم ثم طيب إذن منطقة دعمي ستصبح هذه المنطقة أليست أمر من منطقة التي توقف فيها السعر أول مرة أنا دائما أخطره في رمز 6 متر لأنها لديها أداة غير مضبوطة صحيحة هنا يعني أول مرة توقف في السعر إذن هذه المنطقة تلاحظون هنا ولاحظوا أصدقائي من الذي وقع مباشرة بعدما وصل السعر يعني هنا كانت هنا ظهر المشترون تلاحظون المشترون كيف هم أقوية؟ بعد ذلك في البولباك لاحظوا هذا القوي هذا الإيهام هذا الإلوجين هذا يوهمونك أن السوق أصبح بيعيا هل هناك شخص ستقول لي هل هناك شخص يشتري من هذه المنطقة عندما ينزل السعر بيعتي القوة؟ لا أظن إذا فهمت هذا الكنسيبت ستشتري من هذه المنطقة باعتمادك على ماذا؟ على هذه المنطقة لأتيه يدعم قوي لأن هذا غير موجود تعرف ذلك لأن السعر لم يستقر هنا ما الذي وقع بعد ذلك يا صديقي؟ نفس الشيء هنا يا صديقي نفس الشيء سيحدث هنا بو بو بم بو بو بم بوم لماذا؟ أنه دائما يوهمونك يعطوناك أتمنى أنكم بدأتم تفكرون وتغيرون طريقة تفكيركم في الدعوم المقاومات أصدقائي نرى مثلاً أخيراً حتى نضبط هذه الأمور وننهي درسنا طيب فاول نيوزيلاند هنا إذا سألتكم يعني هنا في هذه المرحلة كيف سأرسم التريندلين؟ هل سأرسمه بيعتي الطريقة؟ أوكي تسعين بالمهال سيرسمونه بيعتي الطريقة وعندما يستعمل هذه المنطقة أول شيء سيبحثون عن البيع سيبيعون ما الذي وقع؟ هل حسابك سيتحمل هذه القوة السعيدة؟ هل سيتحمل؟ يعني الوقت الخاصة ستضعه هنا أو ستضعه هنا وربما هنا حتى في هذه المنطقة قد يخرجك البروكر يعني ربما كانت هذه وقت الأخبار وسيخرجونك من السوق لماذا؟ لأنك نسيت أن التدفق هو هذا الشراء قوي هذه المنطقة بها مشترون أقوياء مشترون أقوياء طيب إذا هل سأرسم التريندلين بهذه الطريقة؟ أو سأرسمه مثلا بهذه الطريقة بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة من عجسان الشموع أو بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة أو هناك مجموعة من الفرضيات الفرضية الأولى والفرضية الثانية والفرضية الثالثة مجموعة من الفرضيات فرضية أولى وثانية وثالثة كيف سعر سموا التريندلين طيب أول شيء أين هي القوة أين تواجدت لدينا القوة الشرائية متى بدأت القوة هنا بدأت القوة ثم توقفت بعض الشيء هنا هنا توقفت وما الذي وقع سعد السعر بقوة وارتد هنا البائعون رجعوا السعر إذا انظهر البائعون في هذه المنطقة بالتالي هذه المنطقة قد تكون غير موجودة في الشر عندما ارتد السعر بقوة ما الذي حدد سعد السعر ولكن كيف سعد سعدها بطريقة ضعيفة مباشرة بعد ذلك نزل السعر بقوة يعني هذه المنطقة كذلك منطقة غير موجودة لاحظوا نحن لازلنا في هذه المنطقة التي هي منطقة المشترين ثم بعد ذلك ما الذي وقع عندما نزل السعر بقوة رجع السعر ولكن لاحظوا كيف رجع رجع بطريقة منتصحية ثم بوم وهنا كذلك فيكاوت ورجع السعر عندما رجع كذلك هنا أدخل البائعين في صفقات أدخل المشترين في صفقات ولكن أنت كإنسان ذكي متى ستدخل في صفقات عندما تظهر أتي الشمعة الخضراء التي لم تستطع أن تغلق أعلى تلك الشمعة الحمراء تلاحظون أتي الشمعة لم تستطع ولكن لم تستطع أن تغلقها هنا هذا يقول أنه خلاص المشترون ابتعدوا عن السوق خائفون أخرجوا أموالهم من السوق هذا المشتري تدعي أخرج هذه المنطقة التي قالت لي ذلك بالتالي يمكنك البيع يا صديقي هنا عكس الاتجاه بالتالي إذا أردت تدعو العكس الاتجاه يجب أن تكون حذرا يجب أن تكون حذرا لماذا؟ لأنك ستدخل عكس قوة شرائية كبيرة هنا قوة شرائية كبيرة هنا قوة شرائية كبيرة هنا تلاحظون قوة شرائية كبيرة هنا لذلك يجب أن تحضر نفسك مثل هذه السبايكس مثل هذه الصعودة القوية تلاحظون؟ وحتى إذا رأينا كان هناك support and resistance هنا كان support حقيقي support حقيقي وهذه المنطقة تزامنت مع كسر هذا support إلى الأسفل وتزامنت كذلك مع كون هدف fake out fake out fake out fake out ويمكنك البيع من هذه المنطقة تأخذ أرباحك وتخرج counter trend عكس الإتيجات التداول تلاحظ إذا فهمت المنطق يا صديقي يمكنك أن تتداول بطريقة جد آمنة أصدقائي أتمنى أنكم فهمتم الconcept وراء الدعم المقاومة سندخلوا في تفاصيل هذا الأمر إن شاء الله في فيديوهات قديمة ولكن ما أطلبه منك ما أطلبه منك إن أعجبك هذا الفيديو واستفدت منه شاركه مع أصدقائك شارك قم بتفجير اللايكات ليسأل هذا الفيديو الأكبر عدد ممكن من المتداولين ولا تنسوا أن العلم لا يعرف الكذب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته